عاجل قائد قوات التحالف السعودي عن طرد الانتقال رسميا من مدينة عدن تفاصيل عاجلة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة قالنا قائد قوات التحالف السعودي في مدينة عدن عن طرد قوات المجلس لانتقال الجنوب من عدن مؤكدا انه سيتم تنفيذ اتفاق رياض بكل حزم وعزم دون اي تسويف او تجاهل وقال العميد الركن حسين الحربي موجها كلامه للانتقال الجنوبي وعلى رأسه مع دروس زبيدي انه انتهى زمن المجاملات وسيتم تنفيذ اتفاق رياض بكل حزم وعزم وتأتي تصريحات العميد الركن حسين الحربي بعد تمكين السعودية قوات درع الوطن التابعة لها من مدينة عدن لحماية المجلس الرئاسي مجلس رشاد العليمي وطرد قادة المجلس الانتقال الجنوبي وقواته خارج مدينة عدن للأباد اشتركوا في القناة